ينضم إلينا هاشم العبدالله مراسل لأورينت نيوز مباشرة من جسر الشغور أهلا بك هاشم إذن رقعة القصف تتوسع أكثر فأكثر ما زال استهداف المدنيين والبنى التحتية مستمرر ضعنا في أكثر تفاصيل كيف هي صورة الوضع اليوم أين يتركز القصف وكيف هي كثافته نعم هاجر اليوم القصف اقتصر على الريفة الجنوبية تحديدا على عبدين وحرش عبدين بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ الطيران الحربي يحلق في الأجواء وطيران الاستطلاع كان طيران الاحتلال الروسي أو حتى طيران مليشيا أسد الطائفية ولكن حتى الآن لم ينفذ أي من الغارات الجوية تركيزه كان على ريف حماء الشمالي الآن لربما الساعات القادمة لا أحد يعلم إن كان الطيران سينفذ الغارات الجوية كما هي العادة أحيانا لبعد ساعات الظهر تبدأ الطائرات الحربية بقصف المناطق والمناطق التي تعرض للقصف في العادة يوم أمس شهدت المنطقة الجنوبية قصف مكثف قبل الطائرات الحربية تركيز طائرات الاحتلال الروسي على المنشآت الحيوية على وجه التحديد كما حدث بخروج محطة المياه والخزان الرئيسي في مدينة مارة النومان عن الخدمة بعد استدافه بشكل مباشر بتقريبا ست غارات جوية بصواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار طبعا هاجر لنوه أن جميع المرافق الحيوية إن كان مشافي أو نقاط طبية أو حتى مدارس وبالإضافة إلى محطات المياه والكهرباء بشكل رئيسي الذي يستهدفها هو طيران الاحتلال الروسي بصواريخ ارتجاجية طبعا وطيران ميليشيا أسد الطائفية أيضا ينفذ الغارات الجوية عليها ولكن كان النصيب الأكبر لطيران الاحتلال الروسي الذي نفذ الغارات الجوية عليها وطيران ميليشيا أسد أغلب غاراته تكون على الأحياء السكنية بالإضافة إلى استهداف الأسواق والتجمعات السكانية وفرق الدفاع المدني طبعا حتى الساعة طيران الحربي يحلق في أجواء المنطقة دون تنفيذ أي من الغارات الجوية يقتصر القصف على المناطق الجنوبية وحتى الغربية من المحافظة بالقصف والصاروخ والمدفع الذي يكاد لا يهدأ من نقاط وتمركز ميليشيا أسد الطائفي أن كان في بريديج أو حتى في تل لب زام أو حتى في ريف إدلب الشرق الذي يستاذف مدينة خان شيخون والأطراف المدينة بالإضافة إلى استهداف قراء وبلدات إبداما والناجية والكندة وأمراند ما هي حاصلة القتلى من المدنيين هاشم التي تم توثيقها خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية؟ نعم قتل مدني في ريف إدلب الجنوبي نتيجة هذه الغارات يوم أمس يعني تقريبا حتى اليوم خلال أربع وعشرين ساعة لا سيما لا تحدث عن القصف الذي استهدف أول يوم أمس إن كانك فرية أو حتى خان شيخون ومناطق متفارقة التي ارتفعت الحصيلة فيها إلى ثلاثة عشر شهيدا وجلهم من الأطفال والنساء للتنويه هاجر أن المنطقة الجنوبية تتعرض لقصف مكتف وعلى الأحياء السكنية وهناك دمار كبير لكن لا يكون أحيانا هناك أعداد كبيرة من الشهداء حتى الجرحة كون الاستداف للمناطق السكنية كون المنطقة الجنوبية تعتبر شبه خالية من السكان لم يتبقى فيها إلا قليلة وأغلب الأهالي نزحوا عنها مدن أشباح مدينة خان شيخون الهبيض كارسا عابدين كفر سجنة معارد حرمة وصولا إلى كفرامبل حاس وكفر رومة وجميع هذه المناطق لا يوجد فيها مدنيين وهذا يعني يمر أن لا يوجد هناك ضحايا كثر لكن الاستهداف بشكل كبير يكون الحياة السكنية القرى وبلدات سويت بالأرض تيجد هذا القصف الكثيف والمتكرر على الأحياء السكنية بشكل يومي شكرا لك هاشم العبدالله مراسل أورينت نيوز مباشرة من جسر الشهور اشتركوا في القناة